انبسطتي لما عملتي بوحة حسيت ان دي كوميدي نفسك تعمليها ده نوع نفسك تعمليه انبسطت اني اشتغلت معي اش معنى؟ علشان انا بصلوا بصة انه انا شايفة ان احنا ده حد احنا في يوم من الايام هنبقى فخورين جدا انه ان سينيمتنا كان فيها ممثل زي ده لانه عنده قدرات بجنر ايضا هو شخصيا على فكرة ممكن مبقاش مستوعب ايه عنده قدرات بالحجم ده بس ربنا بجد مديله وهيبة اه مش مش ممثل عادي يعني انت واحد مديك ربنا مديك فيزيك كويس جدا جدا الفيزيك الفيتنس بتاعته رهيبة اساسا رهيبة اه تحكم في كل عضلة من عضلات الوش اه وتحكم قوي مش سهل على فهمها ممثلين كلهم شوية بشوية لكل ما بياخدوا خبرة بيتعلموا بهم متحكمين في وشهم بس بمنظر ده اه موظوظ جدا طبعا اه اه خف الدم هوى اه مش ممكن انا اشتغلت بقى مع الراجل ده اقولك يعني يا هند مش ممكن مفيش حد في الدنيا يقف كده يطلع لك 13 حاجة فجأة باش جون منين دول اتزامة ترسي فيه حاجة بتنزل كده فجأة اه اتي لو عملتي مع هذا الانسان بروفا خمس مرات او ست مرات عنده قدرة ان الست مرات كل مرة يقولك حاجة اقوى من اللي قبلها وابتاع وان ده مين تايم ده بقى المهم انه على قد ما انت شاطر قوي في الضحك كده على قد ما انت في الدراما بجد شاطر وده اصله هو اصله ممثل هو بس ما بيكترش من ده اه ممكن يكون بيقلق انه يعمل حاجة 100% بير دراما بس انا مقتنعا برضو الانسان ده لو عمل حاجة كده هيبقى عالي جدا لانه لو تلاحظي مشاهد درامته بتوجعك اه ده حي يعني في اللي بالي بيالك انا اللحظة اللي هي بيس بتلمسه فيها وهو بيعمل كده دي موجوع حد بيعرف يوصل لك البين كويس صح انت اكتر كواليس فيلم انبسطت فيها كانت ايه بوحة عشان كنت بتتحكي اه لا بصي هفاهمك حاجة اولا اكلمك بامانة يعني انا بحب الكواليس الريئة مش زحمة فهو الفيلم يعني ما كان فيه مي ثاني كنت دوب انا ومحمد وليب ليبة وعم حسن وعم حسن حسني اه يعني كانت الحكاية ومجدي كامل كان الحكاية ملمومة كده اه ما فيش زحمة زي ما بقولك فما فيش حاجات كتير اه نامبر تو بقى ودي الاهم انا قلتلك انا دخلت الفيلم ده ليه ما يعني مش هكذب عليك يقولك عشان الدور كان رهيب واحنا كلنا عارفين ان الدور الدوري في الفيلم ده ما كانش يعني حاجة واو يعني ما كانش يعني الحاجة اللي هي جامدة يعني بس انا كنت عايزة اشتغل مع الراجل ده وفي نفس الوقت انا كان بقى لي فترة يعني احب اعترف بدا جدا وده سبب ان انا بحب فيلم بوحة وبتدايق لما حد يقولي اه مثلا ايه ده ما اضفليكيش مثلا اري بتاع لا معلش الفيلم ده لحقني في توقيت يا هند انا كنت بتديت اعمل افلام مش لاين نمبر ون